مرحبا لكل المشاهدين اهلا وسهلا فيكم في قناتي قاعد اضحاك انها اول مرة قاعد احتي عربي قررت انه اساعدكم لانه هواي طلبات ايجتني من اعتكم الناس راح اقولكم راح شوية اخار بطبال حدشي راح اقول كلمات ما موجودة راح اخوطوها انجليزي اتمنى انه اقدر اجاوب على اسئلتكم اللي سألتوني بيها وعلى الايميلات اللي اجزتوني اياها كل طرعا جمعتها انا وجدت منتظرة انه يجي هذا اليوم انه شوية اتجرأ بي واسوي اصور هسا هذا الفيلم اللي احنا ساليوم صورناه الفيلم اليوم ملتنا راح يحتوي عن tips راح اطيقكم واياها انه تقدرون تسووها بالبيت وراح ساعدكم عن تقومون شعر مالتكم شون تحفظون على جماله شلو الشوات اللي لازم تتبهون عليها اللي هي دائما تأثر على الشعر او يمكن تساعد الشعر اعرف انه هواي هواي نساء يحب الشعر الطويل خاصة للامرأة العربية تحب الشعر الطويل تحب انه شعرها دائما خفيف ثخين تحب دائما شعرها ثخين وطويل بس قص الشعر هو اهم شيء يعترين طولين شعرج شو نستاعدين الشعرج انه يبقى يطول ويصير شكله حلو ومرتب انه دائما تقصين اطراف الشعرج وكل عشر اسابيع تروح للحلاقة متش وتقوليها كل نص سنتمتر وبين فترة وفترة هاي اهم شيء حتى يعني شعري يبقى طويل وحلو ومرتب ويعني جميل نصيحة المرثمية هي غسل الشعر انا اعرف انه اكم هاي من اعتكم يحبون غسلون شعرهم كل يوم او بين يوم ويوم بس هذا الشيء كل شيء يتجفف الشعر فلما تغسلينا بالشامبو الشامبو يتجفف الشعر بعد اكثر دهونات الطبيعية لبشعرنا او براسنا هذا فتشيء كل شيء عادي هو جسمنا يفرزه حتى لو متله شعرنا يستفاد من عندنا فاني شيء دائما اسوي قبل لا اسبح دائما امشط شعري انا بود اوزع هذا الدهن اللي يعني طالع من راسي طالع من بينه فالله قاعدت فتشيء كلش غريب امشطه حتى يتوزع على الشعر كل فانتي لما تغسلين شعرك كل يوم قاعدت غسلين الدهونات قاعدت واخرين هذا الشيء اللي هو كل زيال الشعر فقلل لي غسل شعرك فنقطة المهمة اللي تقدر تساعدك عندما تغسلين شعرش دائما انو تستعملين شامبو لأنه يصير مثل سبري مثل هير سبري او باودر وهذا تخلينا بالفروك حتى يمص كل الدهونات ويخلي شعرك يبين كأنها مخصول فتقدرين يعني تعوفين تعوفين غسل الشعر تخلينا بين فترة وتفترة حتى لا تجيب شعرك نصيحة رقم الثالثة هي انو تقدرين تستخدمين مخدة من حرير بالانجليزي مخدة انو اذا صير الحرير كلش راقية للشعر بس همين البشرة ليش؟ لأن الشعر يزحلق عليها احنا لما ننام وخاصة اذا انت تنامين وشعرش فاتحته دائما نتحرك احنا ما نعرف شو ستسوي بنومنا بس لما ننام ونا ننام على هذا المكان ومالاتنا مرات الشعر همية الهنانة وغوسة فلما ندور براس نحك شعرنا بالمخدة يعني ليش دائما الشعر ينحك بالمخدة هذا الشي كلش كلش مضر للشعر حتى دائما تقولين ينصرح وتبعين على المخدة شوفين انو شعر اكو على المخدمات فلما ندخلين ساتن بيلو كيس شا سوي الشعر يقوم يزحلق عليها ما تحك يعني ما يصير احتكاك بين المخدة والشعر هذا فتش يعني كلش كلش ضروري اذا تريدين تحمين شعرش بس اذا ما تحبين الساتن اذا ما تحبين الحرير ما تحبين يعني هو شوية بارد و شوية يزحلق اذا ما تحبينه نصحج انو دائما الشي ليش شعرش بكوباية او الشي اللي نبدأ الحصان عاني انو يعني قبل حتى لما تنامين ما تنامين ما تنامين على اطراف شعرش تنامين على ربوبتج يعني بس على راسج فهذا الشي تقدرين تسوي انو ما تحبين الحرير بس انا بصراحة اللي جربته وكلش انو خاصة بالصيف للمخدصة شوية باردة ويعمل كلش تساعد البشرة فيعني هاي همية تقدرين تسوي هاي همية تتجربينه وتشوفين انو فشي يعني يساعد شلولة الشرب الماء والغذاء كلش مهم للبشرة وللشعر وللجسم يعني للجسم هاي فتشي يعني معروف النمومة الشعر يبدي من الداخل واحنا كلش اللي ناكله وكوشي للشربة يؤثر على الاضافر يؤثر على البشرة يؤثر على الشعر فكلش ضروري انو الشربين هواية ماي حتى يعني يضطي هيدريشن للشعر وتاكلين السمك السمك بيدهونات تساعد تقوي الشعر وتخليه يصير كلش شايني ينمع هاي طعم كلش ماشاء الله عراقيين يحبون السمك يعني سمك مزقوف وكلكون سمك مزقوف سمك مزقوف رقم خمسة وهي انو كل ما تروحين للحمام يعني موقع الحمام اللي بالبيت وما بالانجليز يسموها سونا وكلها بخار لما تروحين وتعرفين انو راح تروحين نستوي زيار للحمام تقدري تاخديني بياتش او اي تريتمنت انت تحبيها اي ماسك انت تحبي اخذي بياتش للحمام وقبل لا تدخرين للبخار كون على شعرش نظيف او وصخ كيفك تخليني التريتمنت على شعرش والدخلين للكابن كابن يسموه يعني الغرفة مع البخار من وراء البخار اللي بالغرفة انه سمات ما الشعر راح تنفتح كلش لان الحرارة تفتح لسمات الشعر والتريتمنت والأويل راح يدخل بالشعر او اذا انت تريد يسوي نوعي الشغلة بالبيت فتحي الماء الحار بادوش وخلي شوية يصير بخار بالحمام قبل لا تدخلين تدخليني التريتمنت على شعرش او راح يقعد هناك اذا تغسيني شعرش قبل التريتمنت خلوشيني الحمام قريبين بس شطفينه باد اذا بعد تدخليني التريتمنت على شعر وصخ تقدرين لما شطفيني التريتمنت تقدريني التريتمنت تستعملين شامبو و كونديشنر نصيحة رقم ستة وهي اخر نصيحة نحطيكم هاليوم هي انه دير بالكم من الاركو من الشمس من ماي المسبح او من ماي البحر اذا اكو كونديشنر خاص يسمونها ليف ان كريم او ليف ان سبري او ليف ان دهن هذا تخلينا بالشعر لنبلل وتخلينا ينشف ماكو داعش شطفينه هذا كلش مهم اذا تروحي للبحر اذا تروحي للمسبحة و اذا كل يوم راح تطلعين انتي برا واكو شمس ديري بالج واستعملي هذا الليف ان كريم حتى اوكفت شي يحمي شعرج من الخلوريدو من الاملاح او الملوح الاملاح اعتقل الاملاح من املاح البحر هاي النصائح كلش مفيدة ويرادلها وقت ويرادلها الصبر هميا الطي شعرج مجال او الطي فترة على المود يعني يستقر على المود يتعود على البرودكت يستعمليه يعني هاي يعني لسائي قلنا لي واني يستعمل زيوت كل اسبوع كل اسبوع شو ماكو شي الشعر يرادل الصبر ويرادل الاستمرار يعني اذا انت تستخدمين لا تتوقعين من عندها انه يسويه ليشفت شي انه مثلا يشبه شعر اختش او يشبه شعر صديقتش كل شعر يختلف وكل شعر الى الثقن ماته والى النعومة لا تقرن يشارج بشعر اخواتك او بشعر خالاتك او صديقاتك فانتي لما تستعمل تشعر قوي الشعر وطي الشعر مجال على المد يتعلم على هاي التشعر يعني هي مو من مرة ومرة تتوقعين انه يصير ميريكو ويصير فتشي واو يرادل الصبر يرادل الاستمرار يرادل فترة وايه من نسوان يقول للي انه كان شعر قبر الثخين ولما حبلت وتجيبت عندي اطفال شعر صار خفيف هاي مع الاسف هورموناتك بصراحة يعني مو دكتورة انا حلاقة بس اذا اكفت شي تحسين بي يعني مو طبيعي او تفقدين شعر بطريقة كلش كثيفة او تحسيني بشعرج كلش قاعدة تساقط وصير عندك اماكن صلعة براسك رجاء رجاء روحي للطبيب لانه يمكن اكفت شي بالهورمونات ما تتج انه قاعدة تأثر على شعرك او على يعني بشرتك وان شاء الله بالفيديوهات القادمة رح ساوي اطيكم تيبت عن تشوه تقدرون تتخلوني الشعر يبين انه ثخين او تقدرون تتعلي الادوات اللي تبين شعركم انه يصير يلمعوا حلو بس هاي خليها على مرة الثانية اتمنى انه تمنسب هذا الفيديو انا اكيد قلت كم شغلة غلط منها ومنها وخبطيت وحجيت بسرعة بس يعني اتوقع انه تفتهموني رح احاول اجمع اسئلتكم للمرة الثانية بين فترة وفترة رح اسوي فيديو مثل هذا اليوم ورح احاول اجمع اسئلتكم او اذا عادكم طلبات اخرى كتبولي اياها شكرا جزيلا على مشاهدتكم واتمنى اشوفكم مرة الثانية باي ودامة تحسين لما احنا مثلنا نقعد بالطيارة ونصعد كل شي فوق الهواء يجف في الش لشان الطيارة تجف على كوندشيني يشي بالشمس اللي تشمسين وشعره تهمية مفات حتى او شاداته ماي فال مصيبة نكلاثل مصايب تأثر على الشعر طريقة كلش مزي يعني تتفريني شف الفيديو اليوم راح يكون على هتطول لي اليوم هذا الصدق يعني بصراحة يعني هو فتشي يعني متل ما تفكرين بي تقولين ايه هو يعني فتشي كلش كلش مضر للشعر يعني اي قطفة اي قصفة اي قفصة هو جسمي هو هو جسم هو هذا هو هذا اللي يستفاد رجلي خضرت مش غير ريب الله يبما اسم الله اسم الله هاي الكلث بس عرفوا احتي وعرفوا دردم وعرفوا اكتب واقرأ احتي سويه اللي اصدقيني صح لحيتول شعرات بس اطرافهم مو حلوة وهذا فتشي ما يجذب اي انسان واو قوية هاي نا نا اوكي رح اطول هاي ان شاء الله واتمنى ان اشوفكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة